السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم بجزء رقم 10 من الفصل الأول سنتناول المaterial selection process أو عملية اختيار المواد إن عملية اختيار المواد تعتمد على سلاسة أسس كما نرى الأساس الأول وهو التطبيق بمعنى أن التطبيق يحدده الخواص الميكانيكية المطلوبة بمعنى كما تناول إن عندي الخواص الميكانيكية عبارة عن إيه عندي إما أن تكون الخواص ميكانيكية أو كهربية أو حرارية أو معناطسية أو ضوئية فهذه الخواص هي من تحدد التطبيق فمثلا إن كنت عاوز أعمل مثلا أستخدم حديد تسليح يبقى لازم تكون الخواص الميكانيكية بتاعته عليها إذا من التطبيق بتاعه في الإنشاءات هو اللي قال لي إن أنا أستخدم حديد تسليح خواص الميكانيكية عليه طب لو عاوز أستخدم سلك يمر فيه طيار كهرابي أو فيه جهاز كهرابي ده التطبيق يبقى لازم أشوف سلك يكون سهل يمر الطيار الكهرابي أو مواصل للكهرباء وإذا كنت عاوز أستخدم تطبيق حراري يبقى أشوف مادة فيها الخواص الحراري طيب نمرة اتنين بمعنى أن الخواص المادة تعتمد على الاستراكشر والكمبوزيشن إذا اختلف الكمبوزيشن بتاع المادة التركيب الكيميائي فمما لا شك فيه تختلف خواصها وإذا اختلف التركيب البلوري للمادة واختلف الاستراكشر يبقى برضو بتختلف البروبرتز الخاصة بالمادة نمرة ثلاثة Material Identify Required Processing أيضا تعتمد اختيار الماتيريال على الطرق تصنيعها لأننا متفققين من شوية أن طرق تصنيعها بتغير فيه لتشينج الاستراكشر تغير أيضا الشكل العام للماتيريال مثلا زي استخدمنا للكاستنج كتكنيك فإن الكاستنج يمكن يكون هناك Voids أو Borosity داخل المادة Centering يمكن أيضا أن يختلف إذا كانت العملية المستخدمة أيضا فيبر فإن هذا يؤثر بدوري على الاستراكشر الخاصة بالماتيريال فهناك فرق ما بين ماتيريال تم تصنيعها بالكاستنج وماتيريال تم تصنيعها مثلا بالفيبر كالكتيزيكال فيبر ديبوزيشن أو الكيميكال فيبر ديبوزيشن وأيضا الديبوزيشن دوبينج فارمينج جوينينج أنيلينج هذه العمليات المختلفة التي توجد على الماتيريال تؤدي بدورها الاختلاف في الستراكشر وبدورها تختلف في البروبرتز وبالتالي تكون أيضا عامل من ضمن عوامل التي تستخدم فيه اختيار الماتيريال ترجمة نانسي قنقر